جيش موحد لاستعادة الثورة بهذه الجملة والتي أطلقها السوريون وما تحمله من معاني عميقة ربما تكون مكمن الحل للانتصار الذي يبحث عنه شعب انطفض منذ ثلاث سنوات على حكم البعث وما سببه من تراجع لوطنهم خصوصا وأن قوات الأسد وما تحصل عليه من دعم مستمر من جهات عدة كروسيا وإيران بدأت تتقدم ولو جزئيا في مناطق مختلفة وخصوصا في حلب الثوار ومع انعدام الدعم وتعرض الثورة للخطر وظهور أعداء جدد على الساحة غير نظام الأسد باتوا يستشعرون صعوبة الموقف ورأوا الحل في ظل المعطيات السابقة هو توحيد جهود جميع الفصائل المقاتلة في الثورة السورية وصهرها في بوتقة واحدة تجعل من الجسم الوليد قوة قادرة على مواجهة قوات الأسد المدعومة دوليا وأي تنظيمات دخيلة على سوريا طمعا بمناطق استحواذ قدم السوريون مقابلها دماء كثيرة ناشطون علقوا على هذا الهاشتاغ بحالة من الحزن على ما آلت إليه الثورة السورية وشددوا على أهمية الوحدة بين جميع القوى على الساحة السورية في هذه المرحلة الحساسة والخطرة ودعوا جميع الفصائل الكبرى إلى نبذ الخلاف والفرقى لحماية السوريين من خطر تقدم نظام الأسد أو التنظيمات الموازية له